كيف تعاقب شخص يتجاهلك عمداً وتحرق أعصابه؟ قبل ما أحكي لك الطريقة لازم بداية نتأكد أنه الشخص فعلاً قاعد بيتجاهلك لأنه أحياناً ممكن فيه إنسان مشغول انشغل عنده امتحان عنده مشروع بده يسلمه في الشغل مش كل تجاهل هو فعلاً تجاهل مقصود إذا تأكدنا الخطوة اللي أنت بتعاقبه فيها تكون بأنت تجاهل تجاهله لك خليها شوي هيك الفكرة تتشرب في عقلك ليش هو قاعد بيتجاهلك؟ بيحاول أنه يتلاعب فيك نفسياً بيحاول أنه يبتزك عاطفياً لكن لما يحس أنه أنت مش سائل عنه حكى ولا ما حكى رد على المسيج تبعتك ولا ما رد شفته ولا ما شفته لما يبلش يحس أنك أنت مش سائل وعايش حياتك بشكل طبيعي ومستمتع بحياتك التجاهل اللي هو قاعد بيحاول يتلاعب فيك من خلاله بيتحول لسلاح رح يؤذيه شخصياً أسهل طريقة حتى أنت تعاقب المتجاهل وتحرق أحصابه أنك تعيش حياتك ولا كأنه موجود تذكر مثال التكاسي لما تكون أنت طالع بدك تكسي بتأشر وتأشر وتأشر ما في ولا تكسي لكن لما تكون أنت طالع ما بدك تكسي نهائياً مش في بالك طالع تتمشى فجأة بتصير التكاسي تقرب من عندك وتزمر وتكثر عيش حياتك طبيعي واستمتع بحياتك وثق تماماً أن المتجاهل رح يتعاقب لحاله بشر أفعاله كورس الثقة الفورية بيعطيك تمارين عملية وحيل نفسية سريعة جداً تعطيك نتائج مباشرة وحالياً في عنا خصم أكثر من 90% لفترة محدودة للي بيسجل معانا من خلال هذا الرابط أنت دخلت على عنوان هذه الحلقة وباعتقادي أن هناك شخص معين في ذهنك في إنسان معين ما بيعطيك التقدير الذي تستحق في إنسان معين يمكن بيتجاهلك أو أنت حاب تتعلم بشكل عام كيف ترفع من قيمتك وكيف تصبح شخص محور اهتمام الجميع بنتكلم إحنا اليوم عن قوانين قوانين اللي بيدركها وبيقدر يطبقها بطريقة صحيحة رح يكون قادر أن يحصل على الاهتمام رح تقدر تخلي أي شخص بيتجاهلك أي شخص يتصل فيك مباشرة بدون تأخير أول قانون مهم جداً نعرفه وهذا القانون معظم الناس بيتجاهلوا أو يمكن بيسمعوا عنه وما بيطبقوه هو قانون التقدير وهذا القانون بيفسر ليش بعض الأشخاص ما بيحصلوا على التقدير الكافي من الآخرين لأنه قانون التقدير ينص على أن التقدير الذي تحصل عليه من الآخرين يتناسب بشكل طردي طبعاً مع التقدير الذي تعطيه أنت لنفسك وهنا بدي أسألك سؤال ونجاوب عليه بصراحة يترى لما شخص يتجاهلك وتبدأ أنت تتواصل معه وتحاول تتصل معه بكل طريقة تبعث مسيجات في الواتساب في المسنجر على الإنستجرام وينك ليش أنت متجهلني ليش ما عم متردع رسائلي هل هذا التصرف هو إعطاء تقدير لنفسك ولا لا؟ ما نجاوب بصراحة وأكيد الإجابة واضحة وكلنا عارفين أنه هذا السلوك هو تقليل من تقديرك لنفسك ولما أنت تقلل تقديرك لنفسك الآخرين ما هيعطوك التقدير الذي تستحق فما تلوم شخص يتجاهلك إذا أنت مش مقدر نفسك لأنه أنت لازم تكون الشخص اللي بيعطي التقدير لنفسه أولاً وأخيراً اليوم الخطوات اللي متكلم عنها ما رح تحس أنه هي ضغط عليك عشان أنت تعجب الآخرين بالعكس إحنا رح نتكلم عن أنفسنا كيف نرفع تقديرنا الذاتي كيف نرفع ثقتنا بأنفسنا بحيث أنه نخلي الطرف الآخر هو اللي في نار داخلية تصير عنده بده يتواصل معك بده يرجع يتصل معك لأنه حس أنه في شيء تغير فيك ولو أنت حاس بهذا الكلام وبدأت فعلاً تشعر أنه أنا مقصر مع نفسي وبدأ أعطي نفسي التقدير الذي أستحق بديك تنزل على التعليقات وتكتب أنا أستحق الأفضل لأنه أنت فعلاً تستحق الأفضل من نفسك لو أنت ما أعطيت نفسك الأفضل ما قدرت نفسك لا تنتظر التقدير من الآخرين وهذا بيقودنا مثل ما حكيت للقانون الثاني وهو قانون الرغبة وقانون الرغبة أيضاً بيفسر ليش فيه جزء كبير من الناس بيعانوا من التجاهل الرغبة في الحصول على الشيء تزداد وتشتعل كلما بتعاد ذلك الشيء الذي له قيمة مرتفعة من وجهة نظرنا منحط خط تحت عبارة من وجهة نظرنا كل ممنوع مرغوب عبارة منسمعها كثيراً صح؟ نسمعناها كثير لكن كيف منطبقها بحياتنا أنت لما تبدأ تكون متاح دائماً لأصدقائك للناس اللي من حولك لأقاربك لكل الأشخاص لا أي حدا بيتصل معك آه أوكي وينك يلا هيني جاي تعال أوكي مننا نطلع هون يلا جاي يلا أنا دائماً متاح ألا ما بقولك أنت ما تساعد الآخرين ما بقولك أنت ما تكون متاح عند الحاجة ولكن إذا أنت دائماً متاح راح يعتبروك وهي الكلمة شوي مؤلمة للبعض راح يعتبروك تحصيل حاصل راح تصير أنت الشخص اللي موجود دائماً موجود فما حيحسه لما أنت تغيب بفرق وما حيحسه لما أنت تكون موجود بفرق بينما الشخص اللي مش دائماً متاح الشخص اللي منحس أنه عنده حياة في عنده صدقات في عنده حياة اجتماعية هذا الإنسان منحسه بعيد عننا ليش؟ لأنه دائماً في شيء قاعد بصير في حياته دائماً في شيء شغال في حياته بتحس أنه أنا بدي أكون مثل فلان أو بدي أكون مثل فلانة صح؟ إذا أنت بتتفق معي بهذه النقطة اعمل لايك عشان أعرف أنه إحنا متابعين مع بعض ومع بعض على نفس الموجة إذا أنا بدي أزيد الاشتعال رغبة التواصل معي ورغبة الآخرين أنهم يكونوا أصدقاء معي أنهم يتواصلوا معي أنهم يهتموا فيي من جديد إذا بيتجاهلوني أو إذا هم أصلاً يعني مش شايفيني بالحياة لأنه أنا دائماً متاح 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 فخلاص أن التحصيل حاصل فيجب أن أكون أو يجب أن لا أكون متاح طوال الوقت بدي يكون عندي حياة وهنا بدي أطلب منك طلب بدي أعكل الآن تفكر بشخص أكثر شخص من أصدقائك بتحب تقضي معه وقت أكثر شخص من أصدقائك أو من الناس اللي أنت بتعرفهم بتحس أنه لما يكون فيه موعد بينك وبينه فيه لقاء فيه مناسبة فيه عزومة فيه لقاء هذا الشخص حيكون موجود فيه بتكون أنت بتستمتع وأنه واو فلان حيكون موجود تفكر بهذا الشخص وتسأل نفسك يا ترى ليش أنا بستمتع بوجود هذا الشخص ليش أنا بدي هذا الشخص يكون موجود وبتلاقيني مجهز حالي أنه اليوم الطلعة رح تكون ممتعة المناسبة رح تكون أجمل لأنه هذا الشخص موجود ليش؟ لأنه مش متاح دائماً مثل العملة النادرة مثل الأحجار الكريمة ليش هي أحجار كريمة أحجار أوكي؟ اسمها أحجار لكن ليش منسميها الأحجار الكريمة لأنه الرغبة في الحصول عليها تزداد كلما بتعدت عنها كلما قل وجودها وزادت ندرتها بتزيد رغبتنا في الحصول عليها إذن الخطوة الثانية يمكن أو صرنا الخطوة الثالثة بده الشخص المقابل يحس أنه أنت عندك حياة أنت فيه شيء قاعد بيصير في حياتك فيه اكتيفتيز فيه أنشطة مش دائماً متاح ومش سائل عنه حكى معاه كلما حكى أنا عندي حياتي لما هذا السلوك يبدأ يظهر والناس اللي حواليك يحسوا فيه بتحس أنه الكل مهتم فيك تعال وينك يا رجل؟ وينك أنت ما عم بتبيني؟ خلينا نشوفك وبصيروا يتصلوا معك يا أخي وينك تعال؟ ليش؟ لأنه أنت مش متاح دائماً صح؟ إذا أنت متفق معي اكتب لي اتفق بالتعليقات أو إذا وصلتك الفكرة اكتب لي وصلت في التعليقات عشان نأكد الفهم ونأكد الاستفادة بإذن الله تعالى إذن بدنا نعمل لأنفسنا أنشطة حياة لاحظ الأشياء اللي عم نحكي عنها لأنه مرات الواحد لما يسمع عنوان كيف تخلي الشخص يتصل فيك أو يشتاق لك حتى لو ما كان يهتم فيك بتحس أنه أنت الآن بدك تحول حياتك كلها وتهتم فيه بس عشان يهتم فيك لا الموضوع مش هيك أبداً الموضوع أنه إحنا لما نهتم بأنفسنا لما نعطي لأنفسنا التقدير الآخرين رح يقدرون بدي أعطيك مثال هيك بعيدة شوي لكن كلياتنا عشنا وتعايشنا معه وحسينا فيه لما نكون نحن طالعين في مكان معين وبدنا نطلب تاكسي بدنا سيارة أجرة بدنا تاكسي بدنا شيء ينقلنا من مكان إلى مكان لما ما تكون بدك تاكسي بتلاقي التكاسي الفاضية بتقرب عليك و بتصير تزمر أنه أنت بدك تطلع أنت ما بدك تاكسي سبحان الله بتلاقي تاكسي ولا لا على الأغلب على الأغلب ومرنا بهذه التجربة جميعنا أنه بنقعد نستنى فترة طويلة وما فيه تاكسي أنه أنت بدك هيك وهذا بالضبط اللي بيصير مع الآخرين بيصير معك أنت لما تكون بدك اهتمام الآخرين ما هتحصل عليه لكن لما تتجاهل تجاهلهم لك وتتجاهل اهتمامهم بك وتركز في نفسك وتركز بإعطاء نفسك القيمة نرجع لك قانون التقدير تعطي نفسك القيمة هون إيش اللي حيصير يا صديقي الكل رح يقدرك الكل رح يصير يعطيك تعظيم سلام واو أنت لما تكون موجود أنت رائع إذن هذه الخطوة مهمة جدا نقدر أنفسنا رقم اثنين نهتم بهواياتنا نهتم بحياتنا رقم ثلاث ما نستعجل وأكبر خطأ بيقع فيه أي شخص يتم تجاهله أو سواء شاب أو فتاة حدا بيتجاهلك تستعجل أنه ليش 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 عم بيصير معي هيك ما تستعجل الأمور خلي الأمور تنطبخ على نار هادية مثل ما بيحكم خلي طرف الآخر يحس بقيمتك ويحس بقيمة بعدك عنه خلي الطرف الآخر يحس بالغيرة أنه أنت عايش حياتك سعيد بعيدا عنه وبالمناسبة إحنا في مجتمعاتنا الأخبار بتوصل ولما فلان يكون سعيد ومستمتع وخصوصا إذا كانت فيه علاقة سابقة صداقة زمالة قرابة مع شخص وتجاهلك وبتعد عنك رح توصل الأخبار رح بلش يلاحظ أنه في شيء تغير فيك وهنا عندما لا تستعجل تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر في حياتك لكن لما تستعجل للأمور أنت هنا تقع في فخ يؤدي إلى نتائج عكسية في معظم الحالات إذن تقديرنا لأنفسنا قانون الرغبة بنا ننتبه لهذا القانون نهتم بأنفسنا أكثر نعطي لأنفسنا الحياة والطاقة اللي إحنا محتاجينها رقم ثلاث لا تستعجل ورقم أربعة عندما يعاود الشخص التواصل معك لا تبدو كأنك أنت يعني ما صدقت وما تتواصل معك لما يرجع يتصل أو يبعت لك مسج أو بأي طريقة كانت مش وف وأخيرا وينك هذا الاستعجال في ردة الفعل أيضا سلبي جدا ويعطل عليك أنك أنت تكون شخص مميز وصاحب كاريزما وصاحب ثقة في حياتك لا عمرك تكون أنت مستعجل إحنا منسميها باللهجة العامية أنت يعني بصلتك محروقة تتوق بشدة لشيء ويعني لدرجة أنه أنت بتفقد قيمتك أو بتصير اهتمام الآخرين فيك أهم منك أنت كشخص إذا طبقت هذه الخطوات وإذا طبقت هذه القوانين وهنا منيجي للقانون الخامس المهم جدا جدا واللي بدي أختم فيه حلقتنا اليوم وبدنا يعني العبارة هاي دائما نفكر فيها العلاقات الإيجابية هي التي تجعلنا نرتقي مع النحو الأفضل إذا فيه شخص بيحاول يستفزك عاطفيا أو يبتزك عاطفيا ومعنويا بيحاول يسيطر عليك وبيحاول يفرض التلاعب في العلاقة بحيث أنه يقول لك أنا المسيطر أنا بغيب متى ما بدي وما أرجع متى ما بدي هذا الإنسان إنسان سلبي والعلاقة مع هذا الشخص علاقة سلبية فثق بنفسك يا صديقي واستمتع بحياتك فالحيال لا ولن تقف عنده شخص واحد بعرف حكناها قبل هيك في حلقة سابقة بحياتك فالحياة لا ولن تقف عند شخص واحد بتمنى تكون الرسالة وصلت لو وصلت اكتب لي في التعليقات وصلت ولا ننسى نعمل لايك لهذا المقطع من أهم الأشياء اللي أنت بتحتاج تبنيها في شخصيتك عشان تكتسب القوة من جديد الثقة بالنفس المشكلة أنه مرات الواحد لما يدرب حاله على الثقة بالنفس بيحتاج لفترة طويلة ليكتسب الثقة مرات من يكون محتاجين أشياء تعطينا نتائج سريعة وبحب أحكي لك لو أنت مهتم بالثقة السريعة في عنا دورة جديدة جدا ومميزة جدا خفيفة لطيفة اسمها كورس الثقة الفورية كورس الثقة الفورية بيعطيك حيل نفسية وتمارين عملية تعطيك الثقة مباشرة مجرد ما تبدأ بتطبيقها مش بعد شهر مش بعد سنة أكيد في أشياء احنا ممكن نتدرب عليها للمدى البعيد ولكن جميل يكون في عنا سلاح سريع أنا احتاجت الثقة اليوم في عندي موقف اجتماعي في عندي بريزنتيشن في عندي لقاء أنا محتاج الآن الثقة فأكتسبها بتمارين بسيطة وعملية الرابط والتفاصيل كلها وخصم أكثر من 90% على السعر المعلن بتلاقيه في صندوق الوصف ما يفوتك هذا العرض الخاص على كورس الثقة الفورية